أصدر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو في ختام اجتماعاته علان المنام الذي أدان فيه وبشدة الاعتداءات على المدارس في مملكة البحرين وما خلفته من روع للأطفال وحرمانهم من حقهم الأصيل في التعليم معلنا مساندته الكاملة لكل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار والانتظام للمؤسسات التعليمية وتوفير الأمن والأمان اللازمين للعملية التعليمية وقد صرح الدكتور عبدالله يوسف المطوع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في كلماته الختامية أن هذا الاجتماع سيكون بداية لمئة ثانية تتسم بالتنوع في الأنشطة والبرامج وتؤكد على التقويم والتقييم الذاتي والتحاسبية بانطلاقة جديدة في العمل التربوي وبرؤى تتسم وتتفق ومتطلبات العصر ومن جانبه أشار الدكتور عبدالله محارب المدير العام لمنظمة الأليكسو إلى أنه تم تناول أمور شتى وصولا إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستؤثر بلا شك في مسيرة المنظمة المستقبلية وقد أصدر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ثماني عشرة توصية كان أبرزها تمكين المنظمة من المشاركة في معارض الكتاب في الدول العربية وتكثيف التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية الإقليمية العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم كما أقر المجلس إضاحة الجوانب الفنية والمالية والإدارية لقناة فضائية ثقافية عربية والعلاقة المتبادلة بين إدارة المنظمة وإدارة القناة الفضائية المقترحة وتوفير دراسات أخرى تعتمد على الخيارات البديلة وبتكاليفة تتناسب وإمكانات المنظمة والداعمين وتحقق الأهداف المتوخى من مشروع إنشاء القناة وقد خرجنا بإعلان المنامة أكدنا فيه على الاهتمام باللغة العربية بالإضافة لذلك أكدوا على شجب سابق والتنديد بالأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها بعض الفئات في حر المدارس بالمولوتوف وغيرها وإغفال المدارس عن الطلبة لممارستهم حقهم الأصيل والطبيعي في التعليم